شاركت معالي الشيخة ميب بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في منتدى تورينو للاقتصاد الإسلامي والذي يعقد في مدينة تورينو بالجمهورية الإيطالية بحضور شخصيات من العديد من البلدان العربية والإسلامية والأوروبية هذا وألقت معاليها كلمة ضمن برنامج اليوم الثاني للمنتدى وفي جلسة بعنوان بيئة المتاحف من أجل التطوير الاقتصادي حيث تهدف هذه الجلسة لتبادل الخبرات في سبيل تطوير المدن من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستثمار المتاحف لتحسين أوضاع المجتمع المحلي هذا وقالت معاليها نعمل ضمن استراتيجية من أجل تطوير البنية الثقافية لمملكة البحرين بما يضمن حماية تراثنا الثقافي والمعماري آخذين بعن الاعتبار أدوات صناعة التنمية المستدامة مشيرة إلى أن مشاريع البنية التحتية الثقافية استطاعت تغيير المشهر العمراني البحريني وقدمت لكل زائري ومواطني ومقيمي المملكة مراكز حضارية تثري الحركة الثقافي وتشرك المجتمع في نشاط طويل العام وأوضحت معاليها أن العمل مستمر من أجل صناعة شراكة حقيقية مع أفراد المؤسسات من القطاع الخاص بما يرفع الواعي بأهمية الثقافة مؤكدة أن مبادرة الاستثمار في الثقافة والتي أطلقتها منذ عشر سنوات استطاعت أن تبني شركات مع العديد من الجهات مما أثمر عن مشاريع لبنية تحتية ثقافية أهمها مسرح البحرين الوطني بدعم ورعايات سامية من لدى جلالة الملك المفدى هذا ويذكر أن منتدى تورينو للاقتصاد الإسلامي يعقد للمرة الثالثة وينظم من قبل بلدية مدينة تورينو بالتعاون مع غرفات تجارة وصناعة المدينة وجامعة تورينو إضافة إلى مؤسسات أخرى معنية بالتطوير الاقتصادي